مع انشغال العالم بأزمات متلاحقة وتراكم للمصائب إلا أن العراق يجني مليارات الدولارات من واردات النفط ومع انقضاء النصف الأول من العام الحالي بلغ الوارد العراقي من النفط أكثر من 60 مليار دولار رقم ضخم حققه العراق وسبق أن توقعه مع بداية العام خاصة بعد أن ارتفعت أسعار النفط الخام عالميا بفعل أزمة اقتصادية خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا وتمتد التوقعات إلى بلوغ العراق لإيراد مالي من النفط يصل إلى أكثر من 150 مليار دولار مع نهاية العام الحالي في ظل استمرار جنون الأسعار العالمية أرقام ترفع نسبة تفاؤل فيما يتعلق بديون العراق سيما بعد أن ألغي ما نسبته 80% من مجموع الديون البالغة 140 مليار دولار تصريح سابق لصندوق النقد الدولي عن أن التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهم في إقناع دول نادي باريس الدائنة إلى تخفيض المبلغ على العراق بيان آخر أعلنته وزارة التخطيط وأجرته التعبئة والإحصاء كشفت فيه عن انخفاض العجز بالميزان التجاري 53% خلال نيسان الماضي وفي ضوء تلك المؤشرات المتفائلة في جوانب اقتصادية ومالية وإصلاحية إلا أن الحديث في الجانب الآخر وعلى لسان وزارة التخطيط عن ضرورة العدل في توزيع الرواتب يضع البلاد رهينة أزمة حقيقية بسؤال يطرحه مواطنون حول آلية لاستفادة من واردات النفط التي تسجل بالمليارات سؤال يطرح على الطاولة العراقية الرسمية مع ارتفاع موجة البطالة وضعف القدرة الإنتاجية في مجالات بعيدة عن النفط ترجمة نانسي قنقر